يمكن قبل كده الفطار كنت برضو بحب أتفرج كتير على رسالة الإمام بتوقف كتير عند عدد من المقولات اللي بلاقيها مهمة الدكئدة ملهمة ومهمة واحدة منهم بتقول يعني لابد أن ندون العلم لأنه كلما حرصنا على تدوين العلم وغابت القلوب أو بعدت القلوب بقيت السطور لتخبر الأجيال المقبلة لأنه العلم لا يغيب أبدا ربما أنه طبعا إحنا كبشر خلص ربما تتغير السنين ناس تروح وناس تيجي يبقى العلم كما هو دي أهمية الأعمال الزيدي لأنه قد إيه هي ملهمة إحساسك الحرص على العلم الحرص على أنك تدوين كل معلومة على أنك يعني كل معلومة ممكن حد يرجع لها تبقى مفيدة وبالتالي بجد لما بترجع أنت للعلماء والقامة القديمة في القدم بتلاقي أنه الزمن ما بيبعدش كتير ممكن يتطور لكن تبقى الأساسيات كما هي هي دي كمان قيمة الدراما أنها تفضل طول الوقت زي ما بتقدم متعة بتقدم كمان تسلية بتقدم كمان محتوى محترم وده اللي بيقدمه رسالة الإمام ترجمة نانسي قنقر